يمكن أن نقول معا ضد إرهاب مشروع ولاية الفقه هذا بالتحديد هو التصويب لأن اليوم نحن لسنا ضد إيران كشعب أو كجار ولسنا ضد أي من الشعوب إنما نحن ضد المشاريع الهدامة وخاصة التي تتدخل في بلادنا العربية والتي لديها مشروع باحتلالها ونحن اليوم نقول بأن هذا الإرهاب نعم هو من صنيعة الولي الفقه من صنيعة هذا النظام ونحن جميعا كعرب ليس كسنة أو كشيعة إنما نحن كعرب نحن ضد هذا المشروع ولذلك بالعكس من الطبيعي أن يكون لدينا حضور بهذا المؤتمر وباقي المؤتمرات وباقي الساحات فنحن أينما كان هناك واجب عربي إسلامي فنحن من الحاضرين بإذن الله فنحن من الحاضرين بإذن الله فنحن من الحاضرين بإذن الله فنحن من الحاضرين بإذن الله